براش، قلت سلوانس هيكم ما يكفي تثبيت بلتس في بورت لنظام أوريكل إي بي أس شيء عفيت وصف تثبيت بلتس في بورت إن شاء في دليل التثبيت على صفحتنا الإلكترونية genetics.com لذا إذا ذهبت هنا إلى بلتس في بورت ثم إلى دليل التثبيت هل تشوان أخطوطين للتثبيت اللي صفصيلي دواني شيء مدرجة هنا أولاً للمتطلبات الأساسية ثم التثبيت وبعدها إعداد ما بعد التثبيت وفي النهاية يوجد أيضاً قسم لحل المشكلات في حال واجهة أي تحذيرات في سجل التثبيت على سبيل المثال وفي اسم زي كمت ونأوي كي نجد يسند تعمي بي سلس الخطوات تكوخ ناسي نؤون شيء يشفاهم في البرنامج للتطبيق ثم إنشاء تطبيقات مخصصة من خلال عملية AD Splice من أوراكل تجغل نصبه نستثبيت نبنى سلع تكوينة النظام الحالي قد تحتاج أو لا تحتاج إلى هذه الخطوات التكوينية على سبيل المثال لبوابة SOA المتكاملة إذا كنت تستخدمها بالفعل فلا حاجة لذلك من اشتايا للإمبش ومثل السكر الشأن في حالة PLL المخصص فإذا كان عندك تعديلات على PLL المخصص بالفعل فتشوى تهذيراً في سجل تثبيت Blitz Report وسحتاج عندها إلى إجراء بعض التغييرات دوياً أيضاً فبس النهاية فيك إعداد للتطبيق يتمثل بشكل رئيسي في تعيين خيار ملف تعريف الوصول لبرنامج Blitz Report للتحكم في المستخدمين الليش عنديهم صلاحيات لأي وظيفة في بلتس ريبورت وأيضاً لإضافة برنامج بلتس ريبورت إلى قائمة التنقل هناك بعض إعدادات التطبيقات الإضافية هناك خلينا نبدأ أولاً بتنزيل البرنامج على ذلك أنا أتعب إلى صفحة التنزيل ونأمي ملء النموذج التنزيلات لقد أتممت كل شيء تلقائياً اسم الشركة ورد أسأديمك لذلك النموذج تلقى بريد إلكتروني يحتوي على رابط التنزيل عند النقر على هذا الرابط في البريد الإلكتروني هنا سأريني بتنزيل البرنامج تلقائياً لقد قمت بذلك من قبل بالفعل أوضعت أتمنى تنزيل الملف على هذا التطبيق في منجلة جديد ناتي نيتيكس لذا يجب تشغيل النص البرمجي كمالك للتطبيق أبل مانيجر في بيئتنا ولذلك قمت بإنشاء مجلد فرعي في دليل المنزل الخاص بك يسمى ناتي نيتيكس ووضعت الملف هناك لذا دعونا نعود إلى دليل التثبيت مرة أخرى دابت تكون جناية الخطوة الأولى إناء جميلها الخطوة الأولى هي إنشاء تطبيق مخصص عبر AD Splice والعملية موصوفة هنا فهنا عاش معارية AD Splice القياسية من Oracle اللي تطلب إنشاء ملفات التحكم اللي تتحدد على سبيل المثال أي تطبيق يتم إنشاؤه مهي معرفات التطبيقات المستخدمة وما إلى ذلك فإذا أنا بعداد هذه الملفات التحكم بالفعل لذا تلك هي ملفات نصية في القسم قسيم إيسين بوهر يرديل لأبل Top Admin لك هتكون الخطوة الأولى هي يفك ضغط ملفة تكرير هادا إذا كي نيرى فينا إلا إذن فانا فوات اللي معادة اللي بفويسة لأفوة والسلام اللي قايف ننتن دير لهم إذا أفك الزلط عن اللي قايف ننتهي لأن اليابسة في إنشاء نعم بلايزة يمكن نسأل اللي تسأل وصيلا لك السلسطة ما كالفاند وفي هذا سيسيد شان لأني إذا ينريس على وين STP لأنه الأمر بيكون أسهل هنا في المجلد اللي تم إنشاؤه عندنا مجلد فرعي يسمى ADS Plays وفي المجلد الفرعي عنده بل إيس الملفات أن يتكين تسعد وياس اللي معرفنا عن التطبيق وتفاصيل أكثر حول التطبيق اللي يجب إنشاؤه حتى نتمكن من القيام بسائلك هذه المرة تبتع التعليمات هنا ونسخ ملفات التحكم إلى دليل Apple Top Admin وتغيير إلى ذلك الدليل وتشغيل برنامج ADS Plays فالتربيئة هنا ما أعجب بيلك الآن لأننا لدينا برنامج ADS Plays وعندنا تطبيق XTCN تم إنشاؤه بالفعل من قبل إجمال بيلك الآن ما أعجب بيلك الآن لأننا لدينا برنامج ADS Plays وتطبيق XTCN تم إنشاؤه بالفعل من قبل إجمال بيلك الآن اللي أعجب أن تقوم بنسخ وتشغيل ADS Plays سيطرح عليك بضعة أسئلة يمكنك تأكيد جميعها بالضغط على Enter فيما بينها وفيطلب كلمة مرور التطبيق وكلمة مرور النظام في النهاية سيسألك إذا كنت ترغب في إعادة أهدو شاينسة جمواتشة البيئة كنت تأكيد ذلك بالضغط على Enter مما يعني نعم فسيتم تشغيل Auto Config تلقائيا وسينتج Auto Config بعد ذلك جميع ملفات البيئة ولتكوين المصدر للبيئة الجديدة ستحتاج إلى الأسهل هو تسجيل الخروج ثم تسجيل الدخول مرة أخرى وبعد ذلك يمكنك اختبار ما إذا كان التطبيق المخصص الجديد جزءا من سياق بيئتك سأشياء الصيف النهاية هنتعيش من عين شي الخدمات طبيعة التطبيقات دي أسمى طلوب اللي تم التعرف على التطبيق الجديد من كبل مدير المهام المركبة ومن كبل خادم التطبيقات وذلك إعادة دلوية التشغيل هو أيضا السبب في أن بعض عملائنا تم يقوم بإنشاء تطبيق عميل منفصل لأنك إذا نظرت هنا في المقدمة خطوة تقرس العميل موصى بها بسانة خطوة اختيارية ذلك إذا كان لا يمكنك مثلا الحصول بسهولة على وقت توقف البلتس ريبورت لنرجنا بعض العملاء اللي يحتاجون إلى أن يكون خادمهم يعمل على مدار الساعة طوال الأسبوع ويكون من الصعب التخطيط لوقت التواقف يمكن عند إسم تثبيت بلتس ريبورت في تطبيق عميل موجود بالفعل وإذا كان ما يشايسي لأنه وقت التعطل لخادم التطبيقات لأنه بعد تشغيل التكوين التلقاي ستحتاج إلى إعادة تشغيل هذه خدمات التطبيقات إذن تهاريسي هي ساولة AD Splice بجن نوجه رنشايس فهو التطبيق المخصص إشنودي للمقدمة من ثوم بتشغيل عملية التسبيت جعملية التسبيت تتضمن فقط تشغيل بسcript install.sh يساين في هدل الموجود سيما يشاف هنا السكريبت يلخينا نقم بس ليسوا في طلب كلمة مرور التطبيق بعد يطلب أيضا كلمات المرور للنظام وكلمات المرور لخادم ويبلوجيك وهيك اعتمادا على إصدار خادم التطبيق الخاص بك وتكوين البوابة المدمجة سو بيو جيتوي لأنه في السكريبت الخاص بالتسبيت يقوم بإنشاء كائنات قاعدات البيانات لتكرير بلتس ريبورت ويقوم بتحميل إعدادات التطبيق مثل خيارات الملف الشخصي إدارة العمليات المتزامنة تعريفات البرامج المتزامنة ويقوم أيضا بتحميل وظائف بلتس ريبورت المخصصة وما إلى ذلك ثم بعثت المبنائة سواء الشيبت السيارت على سبيل المثال إما بترجمة النموذج وأيضا تعميل صفحات الإطار الإديم لأن بلتس ريبورت يأتي لرس نسكة نموذج وأيضا نسكة واجهة مستخدم HTML للإطار الإديم في الساور الناسين يقوم بتعميل مكونات خدمات الويب اللي تعتبر ضرورية لوظيفة التحميل ووظيفة إنشاء البيانات المالية بهم وأيضا نسيب أحميل شعر تقارير السيدي الخاصة بنا لذلك بيتي تكرير بلتس مع أكثر من خمسمائة تكرير جاهزة ويتم تحميلها كذلك وعسنا شعر سبي ما بيتم شويسن ذيك قانياس أعود إلى دليل التاسبيت وأشرح قليلا عن إعداد بوابة سوار المتكاملة لأنه بالنسبة للعديد من العملاء لم يتم إعداد هذا البعد ولا دينة خلف هذا الرابط يوجد قسم يوضح ما يجب القيام به سيكون نص التثبيت أيضا بالكشفة تلقائيا عما يجب إنجازه على نظامك على سبيل المثال يكتشف مستوى مجموعة التصحيحات وإذا لم يكن مستوى مجموعة التصحيحات مرتفعا بما فيه الكفاية في نص تثبيت بلتس ريبورت فسعر التحذير أن يشرح أي تصحيح يجب تطبيقه أجديك ستشين سؤالين لتبع من دي القزئين أو تبيئة التصحيح المذكور وبعد أن نتعب بسدعيس في نايكس فورا نرشل بيستن في إيان أين هو إيان نص البرمجي للتكوين نفسه؟ لدى أوراكل نص برمجي للتكوين للبوابة المتكاملة SOA هو نص برمجي مكتوب بلغة Perl ويتطلب أيضا وقت التوقف بالمناسبة لذا ستحتاج إلى تخطيط لوقت التوقف لهذا الأمر لأنه يتطلب إعادة تشغيل خدمات التطبيق أيضا لذلك ستحتاج إلى تخطيط لوقت التوقف تقوم بطبيع التركيع وأنه تشغيل هذا السكروبت Perl وعادة أن تقوم بإنشاء مستخدم عالمي يحتاج المستخدم العالمي إلى الإنشاء فقط دون أي مسئوليات إنه مستخدم مطلوب لسبب ما وهذا موضح أيضا في هذه الملاحظة من أوراكل ما يستخدم أبدا لتسجيل الدخول إلى التطبيق بل يحتاج فقط إلى أن يكون موجودا ما يحتاج إلى أي مسئوليات فقط فهذا ما يكون نشطا وبدون انتهاء صراحية كلمة المرور لكل شيء وإنشاءتك أنت ينالب علينا على التحقق من صحة دور خدمات دليل سير العمل لهذا المستخدم العالمي وهذا ما يعجبه بسؤال مدمجة ما يكون هذا الأمر ليس لغفل أن نعود إلى دليل التثبيت هي الخطوة الآن التي تكون نعلوبة غالب سل العملاء هي تجد تحديث الـ PLL المخصص طين تلا تستخدم الـ PLL المخصص لأي وظيفة فإن برنامج التثبيت الخاص بنا سيكون بإضافة التغييرات المطلوبة تلقائيا ولكن العديد من العملاء يستخدمون بالفعل الـ PLL المخصص لأغراض أخرى ومثل ما يلزم إجراء تحديث يدوي عبر Forms Builder بعد سما يكون هذا أو مديري كواتف البيانات والصورة إلى أدوات مطوري النماتج وبنية النماتج هذه ولهذا السبب سعب أن يكون في كثير من الأحيان بتحديث حزم PL لس المخصص لعملائنا لذا إذا لم يكن من السهل عليك الوصول إلى مصور للقيام بـ SILIC فإنه سعداء جدا بالقيام به لأنه بسيط للغاية لذلك كان عندق Forms Builder يمكن أن تفصل أنه فتح PL مخصص لما يضيف مكتبة XLN عليك بإرفاقها وبعد إرفاقها من سطر واحد يهودا هنا سطر كود يجب إضافته إلى روتين الأحداث لإجراء الأحداث في جسم الحزمة المخصصة في النهاية هذه بتجميع PL المخصص لذا يكثف أنه أمر التجميع موجود هنا في الخطوة الخامسة فإذا كنت بحاجة إلى مساعدة يمكنك إرسال PL المخصص إلينا بما يشرر هاللفلس الإلكتروني في ريس أو يماكسيك أيضا نسهب إلى صفحات دعم خاصة بنا ومنسمى تعبئة نموذج الدعم أو يماكسيك أيضا استخدام رمز الدردشة هنا وهذا عادة يكون الأسرع بس لنرى أجد أن نرى ما نرى تستخدم تسويط تبيت فلا تزال قيد استشغيل إنت الآن تقوم بخطوات تثبيت اللغات هذا تقريبا في نهايته لذلك بناء على اللغات التي قمت بتثبيتها يمكن أن تقريعاتش هذه الخطوات الخاصة بتثبيت اللغة في هذا النظام عندنا العديد من اللغات المثبتة على سبيل المثال اعتقد ان هذه هي اللغة الصينية التقليدية واذا يكون عندك ما اسم اللغات فاخد وقتا اطول بين بس ينبغيبا يكتمل تقريبا لانه هاي واحدة من الخطوات الاخيرة ده شرفين انشو حيثا اللي هين في النهاية بيكتب ملخصا للتثبيت واللي هو هنا او انتظر اذا هنا يسول انشوف عصريات او اخطاء ودعي يبدو جيدا شو كانشو فاس الرسائل اللي تشير الى انه يجب علينا مسح الزاكرة المؤقتة للطبقة الوسطى باستخدام مسئولية المدير الوظيفي حسن ذا يعني انه يمكننا العودة الى دليل التثبيت ورابي سلسل خطوة عن تلنيشيون شي سعى الى خادم التطبيق شي لانت هيازي اولا مسح الزاكرة المؤقتة مسح الزاكرة المؤقتة الاساسية من خلال المسئول الوظيفي داخلنا نسجل للدخول الى التطبيق كمسئول نظام انا منتظر الى السنسورة شا رضيفي نوام بمهار السكر المخبأة اطار خدمات التخزين المؤقتة الاساسية تكوين عام مسح جميع التخزين المؤقت نعم شاداد كلشي ونداونا فنعوتي للصفحة الرويسية والخطوة او متشي دستكون فلانت يمو ناسب ديبعات التطبيق الخطوة سبيت شيد دستكون احداد خيار ملف تعريف بلتس ريبورت اكزتس تعود راسم سيد من الفوز اللي مبيني او انتم يكون عندهم الفوز اللي شاشة التطوير على سبيل المثال سنع خلينا نسجل الدخول كمسئول النظام ونحب مباشرة الى خيارات ملف النظام الشخصي سنع خلينا نسجل الدخول كمسئول النظام الشخصي ونحب مباشرة الى خيار بلتس يغشل كتاب بلتس موفي سيس ادمن عندنا عدة خيارات ملف تعريف لبلتس ريبورت والخيار اللي نبحث عنه هو وصول بلتس ريبورت بشكل افتراضي يتم تعيينه لقيمة المستخدم على الموقع مما يعني انه كل مستخدم عندي فقط مستوى الوصول الادنى هذا يعني انهم يمكنهم استخدام بلتس ريبورت ولكن ما يمكنهم الوصول الى شاشة الاعداد تعديب بو اكواد اس كيو ال على سبيل المثال استحتاج الى امتلاك صلاحية مطور او نظام النظام هو الاعلى في مستوى الصلاحيات اذا يمكن للنظام حتى ان يتيح تعديل وظيفة التحميل الان لو كنت بتسجيل الدخول كمشرف ذلك اعطيت نفسي صلاحية النظام الاعلى هذا كل شيء اذا سيكنت سلسي لاتي وارد سليلن للشتوب الى السالية بتكون اضافة وظيفة بلتس ريبورت لجميع قوائم التطبيقات وايضا البرنامج الى مجموعات الطلبات ويتم ذاك من خلال برنامج update menu entries concurrent اذا هذا ايضا موجود ضمن مسؤول النظام لذا سنتوجه الى عرض الطلبات يعني ارتائل الطلب الجديد والاسم هو تاعد سليلت سيبعد سوى قائمة تدخيص بليتس يوفر معامل والين فراسف الحالات من قد سيلي بس يدرس الاعدادات الافتراضية بهاي الطريقة فكسين في بياتنا لانه نظام اختبار ساحب ان يكون ضمن قائمة الترتيب العشرة الاوائل في المتصفح على الجانب الايمن لان حين هي سيلة من السهل استخدامه لان بذلك نستطيع استخدام طرط سوى الصلاحية سوف نفتحو راك موعد على لوعة المفاتيح للوصول الى تقرير بلتس تليز او صلي قايدتي او باين عا تنباني استغرق ذاك وقتا طويلا ربما بضع سوانة حتى دكيكة او ما اعتقد ويديش حين انا لديك عيد التشغيل ايز يمكننا النظر الى الخطوة الثالية هي تشعملية مدير المهام المتزامن في الخطوة الثالثة بشكل افتراضي يحتوي مدير المهام المتزامن على وقت نوم مدته 30 ثانية وهذا بطء شديد والحصول على اداء افضل للمستخدمين بشكل افتراضي تشغل تقارير بلتس تحت المدير القياسي وهنا سنقوم بتغيير وقت النوم الى خمس ثواني هذا مفيد ليس فقط لتقارير بلتس بالمناسبة كل شيء اخر على الخادم سيعمل اسرع ايضا لذا بشكل عام هو اعداد موصر به وليس فقط لتقارير بلتس ما ايدا سيبان اعداد كيسيرين سييرو اعدا بيصريب فننش بيت منصيس لبلتس ربورت لكن اعداد شيد ان سديش يكون مهم من باسة دلار يكان عندك الاف المستخدمين ديس اون اصنجا سنسا كلس الخطوة سوى الاخيرة هي الخطوة رقم اربعة لجدولة بالتالي يولدت برنوش مراكبة بلتس ربورت برنوش مراكبة بلتس ربورت وعزب ازالة المستخدمين غير النشطين من تراخيص بلتس ربورت دا كان عندك النسخة المرخصة من بلتس ربورت يكون عندك عدد محدود من المستخدمين واذا تم تعريف مستخدم قبل ان يمكن اعادة استخدام الترخيص من قبل شخص اخر معزب تشغيل هذه العملية لذا ما يمكن منه جدولتها ايضا ذلك نوعش مرة اخرى لعرض الطلبات شمفا اوام بتعديم طلب جديد شكرا اشتركوا في القناة واسم العملية هو لو نسعوا نراقب التقارير احنا نقوم في سيلها بالاعدادات الافتراضية ونقوم بجدولتها كل يوم احنا نعجز هذا كل شيء سيئ ايرشانس الى ريلي السنشئيت تاي الخطوة الاخيرة بمفتاح الترخيص ذا اللي سان عندك اول نسخة المرخصة يمكنش الانتيال الى نافذة مفتاح الترخيص ومن المواد تهديس مفتاح الترخيص هنا اثناء التثبيت الاول يقوم بلتس ريبورت بتثبيت مفتاح ترخيص تجريبي بشكل تلقائي هو صالح لمدة ثلاثة اشهر ومحدد لعشرة مستخدمين ذا يجب اننا نشوف الان بلتس ريبورت بالمناسبة قد ستين ساعة بوارد ايقونة اكسل جديدة هنا بالفعل بس غير مفعالة لان لما فتحنا هذه المسئولية معنا ام تشغيل برنامج تحديث القوائم المتزامنة لبلتس ريبورت بعد واذا يفردتك الرمز الخاص بأكسل مسبقان فده يعني ان تغيير ال PLA للمخصص قد نجح داز يمكناش ان ريس المسئولية زلن نفترض ان الربس لوعدة من لات سنقل السرع اسمن اولن ويتس يدير لا يستطيع سينا ده ما ديمكينا بيش تقرير بات وهنا عندنا عمت بالتقرير من شيء اوان سكانت سيعمل خلنا ينشغل شيء بسيطة جدا نيقال تطبيقات F&D انو تقرير صغير جدا وهنا نشغل حالة معلقة والاني كايدن قد تشغيل جمجز اكتمار سالاخراج اني عايق ويفاشه تلكايا ويبدو جيد اذا بعد ستم توليد الاكسل مما يعني ان بليتس ريبورت يعمل والاني لاني ارى مفتاح الترخيص وما اني قد ين في اعداد نفسي اذا لان يعود الان في تأسلية تشغيل مؤسد ان اعداد نفسي عبر خيار الملف الشخصي كوني مطورا لذا اكنا متلك زر الاعداد هنا لان عندها سيئة عادة انما يتمكن المستخدمون من الوصول اليه لكن بالطبع لاني قمنا بتعيين خيار الملف الشخصي يعني يمكننا الوصول اليه شاشة الاعدادات وهين شواسات دويت نسي عسل شغيص انها شو معلومة مفتاح شغيص شو هنا انه فاف رخصة تقريبية مثبتة لعشرة مستخدمين صالحة حتى نهاية شهر يوليو لذلك هذا كل شي نيش فاسد والين الجزء الاخير اللي يازم نختبره هو لو اذا كان بوابة SOA المتكاملة تعمل وهذا هو انه هيا زمون شكلتها من فعل بريس الانشطة اللي بنقوم بتحميلها هنا عندنا على الجانب الايمن الفئات ممكناش اكتير فئة التحميل واستخدامها على سبيل المثال خلنا نختبر تحميلات فواتير الحسابات الدائنة يفينا تالي ستن خلنا نشوفو اذا كنا في المسؤولية الصحيحة عمليات الرؤية اسم الدفع باس نساديم اسم الدفع عن اختبارنسي ونشغالها سي هناك شالحالة مرة اخرى معلق جارس التشغيل وكنه بغان شي ما فأراج درج ودس الان سي اللي ما تفميشي هو ملف موكان للماكرو ستسفوه XLSM وتحتاج الى تفعيل اعددات الماكرو الخاص بك اسم الدفع عن يعني عندنا الان شنوع الفاتورة او مثلا عندي قائمة بالقيم للسبب شوشي السهم والاجراء اكتباري اذا كان تعمل بيمكننا اما النقر مرتين ويمكننا الضغط على مفتاح الادخال وستلسى ان نشوز اذا سنرلت تثبيت انه بشكل صحيح يبقى ان نشوف الان قائمة القيم شعيش نشوفنا هي الانواع من الفواتير او على سبيل المثال بيمكننا ادخال المورد ودس يعاني ساعد روش شودي قام سوم نشيهم يعفدوش عني ان بوات الخدمة المدمجة هم تعمل او داي يعني بايسن ان بليتس ريبوت قاسودي تم تثبيته بنجاح بيهو جاهز الاستخدام ايش يواصي ان وجهتك اي مشاكل ايش عادا تحذيرا في سجل التثبيت هنا وفي هذه الحالة يرجى ارسال ملف السجل الكامل الينا ويتم انشاء ملف مضغوط دعني اريكم ذلك سيلا انتس اعم لا يسمى انشاء ملف مضغوط في ذاك المجلد في مجلد التثبيت وهيحتوي هذا الملف على جميع ال هنا ايباد سيحوصي للمفل الارغوضة اللي انت اللي بيشارجن از كيف تستجليت الانشتاجة ام او تعالين اشياء او المشكلة يمكنك ارسال ملف الينا يفضل ان يكون بك عبر دردش الدعم يمكنك ببساطة ازدهاب الى موقعنا الالكتروني ونعم بياريش الملف اليك يمكنك ارسال تاتس كرين شناس او يمكنك ارسال استكدام ايكون تدردشي هنا وبعد سيحوصي ممكن ان نتعيسسي المشكلة سنان كانت يديو هلي عملية تثبيت بلتس ريبورت شكرا الله وسلم شهدام